الكيراتين والبروتين الكيراتين والبروتين ما مضر الكيراتين والبروتين مشاهدك كم مثل الصالونات اذا توفر لطفين الشرط الاول ان ما يكون في حرارة هذا اهم شي انه لا يكون في حراره والشرط الثانى انه ما يكون فيه مادههه مادههههه يعني يعني يكون طبعا اكثر او سكثر من الكاراتين اليوم خالي من مادههههههههههههههههههههههههههه هذا هو طبعايا في الوايز يتحسون تعليق تحسن مع الكرفين والبروتين هذا لا استخدم الحراره ولا كيف اسنع الشامبو بالبيت هده صناعة الشامبو هناك يحضر منزليا لكن افضل المسكات دائما تحضير المسكات في البيت كفضل زيت والسكر حلو الزيت والسكر دايما الزيت والسكر حلوين يعتبرون من المواد اللي تساعد على انتصاص فلسخنته السكر مع الزيت وحطته فوقه مايونيز حق الشعر حلو رح يكون حلو خلطة ممتازة الحنة حلوة للشعر ولا لا مليون بلمية الحنة ممتازة جدا للشعر وبتكلم عن الحنة والسدر بوقت بروح بيوم بروح بتكلم عن الحنة والسدر لانها حلوين للشعر الحنة ممتازة جدا جدا للشعر الحنة والسدر من العلاجات الحلوة اللي يحبها للشعر ولا حتكلم عنها تكلمت قبل عن خلطات مثل مايونيز مع زيت الأرقان تكلمت عن الخل تكلمت عن الليمون للشعر تكلمت عن في شغلات كثرة تكلمت عنها للشعر أوكي تكلمنا عن ماي الرز بعد في خلطات حلوة شكثرة للشعر بصراعة انتم مو شرط تتاخذون خلطات يعني ماسكات من الصيدليات دكتور تكلم عن بروتين الشعر تكلمت عنها قبل شوي الزيوت اللي تتخلط مع الحنة تسد مسام الفروة الزيوت اللي تتخلط مع الحنة طبعا الزيت ماينحط على الفروة لأن الفروة مسامية تحيل عالية فالزيوت تدش داخل الفروة تسبب مشاكل انتبهوا إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير